خبرنا للأسبوع من صحيفة خبر 24 نزاهة ترصد شبهات فساد وتجاوزات في 123 مشروع وتحيلها للنيابة العامة بالإضافة إلى أخبار أخرى في ذات السيئة نتابعها مصادر نزاهات ترصد شبهات فساد وتجاوزات في 123 مشروع وتحيلها للنيابة العامة قالت مصادر إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة رصدات شبهات فساد ومخالفات وتجاوزات في 123 مشروع وأحالتها إلى نيابة العامة للتحقيق فيها وفي نفس سياق الخبر من صحيفة سبق بعنوان بعد المقاطع المشينة وسجن الأمير السعوديون كلمتان للملك وولي العهد قاطعتان للمتنفذين تفاعل مغردون على موقع تويتر مع توجيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإلقاء القبض فوريا على الأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وإداعه السجن وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة وما فيها من تجاوزات وانتهاكات تطبيقا لرسالة أنه لا أحد فوق المساءلة أو المحاسبة كذلك في نفس السياق من صحيفة سبق بأمر فوري من ولي العهد القبض على رجل أعمال معروف تهرب من العدالة تنفيذا لأمر فوري أصدره سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ألقت الجهة الأمنية اليوم القبض على رجل أعمال معروفة ميم صاد تهرب من العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية بعد فترة من صدورها وذلك تنفيذا لأمر قاضي التنفيذ بالحبس والقبض عليها لوجود مطالبات بمبالغ مالية ضخمة لغرماء عدة وعيضا معنا خبر في نفس السياق من صحيفة المواطن الإلكترونية بعنوان في عهد سلمان الحزم أعفاء أول وزيرهم بسبب التجاوزات واستغلال النفوذ في أول عهد لملوك المملكة العربية السعودية أعفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الخدمة المدنية خالد بن عبد الله العرج استنادا على مرتكبه من مخالفات متجاوزات رفعت من مكافحة الفساد أخبار متعددة كلها تتعلق بملف مكافحة الفساد تعليقك شوف يا أبو سلمان من الواضحة اللي راقب السعودية عن بعد أو يرصدها بتجرد وبعدالة السعودية الآن أصبحت ورشة عمل من أجل التنمية بمعنى زمان تذكر كنا نلقى كل سبوعين ثلاثة خبر نعلق عليه الآن أنت في الأسبوع عندك عشرين خبر ما تدري وش تعلق وش تخلي كلها تصب في اتجاه واحد الحزم دولة المؤسسات من الواضح أن الملك سلمان الله يحفظه بصدد تأسيس دولة جديدة رابعة تعرف الدولة السعودية ما شاء الله على خطوة بخطوة للأمام كل ملك يأتي ومعه حقيبة إصلاحية تقتل الأمام وكأنها ذرية بعضها من بعض كلها في سبيل الخير والإصلاح لكن واضح أن دولة المؤسسات الانشغال بالتنمية تخفيض وإلغاء الصوات الغوائية شفت تويتر الآن هذه ما عاد فيه مسألة أن كل قرار يطلع يطلع للمناهضين ويطلع لناس تحط فيه يطلع قيادة المرأة يقول لك هناك قضايا هم ومدنية الرغمات المشروحة اللي يبنلينا منها واضح أنه في حزم نحن الآن هذه أربع أخبار متنوعة طبعا الشباب أكيد عندكم في الإعداد جابوها بتجرد خبر عن أمير عن وزير عن رجل أعمال عن مؤسسة أربع أشياء يعني صناف المجتمع هم كذا يا رجل أعمال يا أمير يا وزير بشكل عام واضح الحزم من أكثر من جهة طبعا ما فتحنا الجانب الرياضي لأنه هذا كمان أيضا استشهدنا فيه في الحلقة المرأة نعم نعم هذا أصله يحتاج إلى حلقة مستقلة أصلا بس إن شاء الله الشباب تركي العجمة وإصحابه إن شاء الله بالبرامجة الرياضية يغطون الموضوع هذا فأقول لك من الواضح أنه الدولة صارت ورشة سعودية صارت ورشة عمل فيها الشغال وأيضا ما نبغى الصوات التشويش فيه ناس تحب تشوش فيه ناس تذكروا حين صغار فيه ناس تلعب وفيه ناس تكسر قزاز في الملعب اللي يكسرون قزاز في الملعب ذولة لازم يتوقفهم بطريقة أو بأخرى سواء بالأدب أو اللي ما ربوها له الحكومة ربي أنت عندك ملفات تنمية تبقى تشتغل عليها ما في شك أنه حنا تأخرنا في التنمية أهملنا ملفات قضية قضايا أهملنا الترفيه بناء الإنسان بناء أشياء كثيرة الآن الدولة ما شاء الله تسابق الليل بالنهار يعني الأسبوع ذا والله 45 خبر في السعودية توقيع اتفاقيات زيارات دولية ناس تروح الملك سلمان الله يحفظه كان في روسيا الآن التقارب مع العراق يعني ملفات حتى أنا مشفق والله على المراقبين السياسيين كيف يلحقون يتابعون الأحداث هذه لكن حنا تعرف شغلنا نتابع الظاهرة العامة الظاهرة العامة أربع أخبار نتحدى إذا أنت قبل عشر سنة تسمع مثل الأخبار سواء كان على مستوى أنك تحاسب أمير وبهذه القوة الظالمة وبهذه القوة وتعرف قبل فترة ونفذ حد القصاص على أمير أيضا كل هذه الأخبار ترى ما كانوا الناس متعودين عليها في السعودية لا حتى من يريد أن يشكك يعني ممكن حتى طلع كلامه ممكن في مواقع التواصل أنه الأمير اللي تم القبض عليه وأمر ملكم القبض عليه أنه الآن خارج السجن وتمن في ذلك أنه ما زال موجود في السجن يحاسب نعم على فلت هل هناك من يريد أن يشكك في هذا التوجه الجاد لدينا أو للمملكة وهذا كلام الملك كان واضح وصريح أتوقع كان فيه كلام جميل جدا وواضح ورسالة واضحة من الأمير محمد بن سلمان فيها الملف نعم فيها الملف ويالة الشباب طيب عندنا موجودة خلنا نسمحه وبعدها بمنك تعليم طيب خلنا نشوف مقطع من لقاء سابق مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عندما تكلم عن موضوع الفساد خلنا نستذكر مع بعض الأمر اكتم عفاء وزير وبسبب تجاوزات وإساءة استخدام سلطة هذا القرار هل هو تفعيل لحيئة الفساد اللي كانت نايمة الملك سلمان مثل ما اتذكر أحدث تغييرات في حيئة الفساد في أول يوم تولى فيه الحكم استشعارا منه لهمية دور حيئة فساد وأيضا عدم رضاءة للدور اللي كانت تخوف لحيئة الفساد وإن لم يكن مكافحة فساد يعني على رأس السلطة معنات أن ما عندك مكافحة فساد ولن ينجح مهما عملت أنا أؤكد لك بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أي من كان لن ينجو سواء وزير أو أمير أو أي كان أي أحد يتوفر عليه لن ينجو أي أحد من الفساد أي أن كان كانت رسالة واضحة أنا أعتقد أنه كلام سمو ولي العهد واضح الآن طبق تقريبا كله أنه كان فيه وزير وأمير والآن رجل أعمال كلهم الثلاثة نم كنماذج كنماذج وإلا كده أنه بتحصيل اللي تم محاكمتهم أو محاسبتهم كثير لكن هذه كنماذج أنا أقول لك أنا سعيد جدا أيضا لا يعتقد البعض أنه حس النقد يعني تم خنقه لا لا مو صحيح الملك سلمان الله يحفظه في آخر جلسة صرح إلى أنه رحم الله برنامج نحدى إلي يا عيوبي ورحم النقد وانت شايف برنامج يا أهلا بالعرفج ويا أهلا اليومي أنتم جلد بالوزرات ليل النهر لكنه نقد قايم على جزين أول شيء البحث عن المعلومة ثانيا حسن النوايا في اللي يعملون ولجل الإصلاح وهذا دورة صنع الإعلام كسلطة رابعة يصلت الضوء على مكامل الخلل والمسؤول هو من يسعى لعلاج هذا الخلل وانت تعرف نعم يا أهلا بالعرفج الحلقة 170 الآن ويا أهلا اليومي من أجل ولعم راح أتسألكم لكن في نقطة جدا مهمة سأبغى تعلق عليها باختصار قبل أن نذهب لتصريح الأسبوع نحن عندنا رؤية 20-30 رؤية طموحة يعني بكل مكوناتها بكل الأهداف بكل برامجها إن شاء الله ونتم متفائلين خير فيها الرؤية بإذن الله الحديث الآن عن موضوع الفساد ودور أبو المطالب كلها وربما يكون جوهر الرؤية أن يتم مكافحة هذا الملف يعني مثلا يفعل كذا لكتور هيئة مكافحة الفساد نزاهة تكلموا سابقا عن إقرار الذمة المالية للمسؤولين حراك جاد فيها الملف أنه لا ينجو أحد أي نكام من الفساد يعني أنا أقولك مثلا بعض القرارات مثلا اللي قاعدة تصير الباطل حدث أنه قال الفساد هو الأولى أن يتم بتره ومواجهته كثيرون أو كثر من المسؤولين استفاد من منصبه استفاد من وجاهته استفاد من مكانه من اسمه وإن يكن وأخذ أموال واستغل منصب غير وجه حق هؤلاء يجب أن يحاكمه يجب أن تسترد أموال الدولة منهم ابتداء كيف تعلقا شوف هو صحيح في حملة شعواء عن الفساد الفساد طبعا واضح أن الرؤية أول مرة نحط رؤية لمدة خمسة عشر سنة دائما أربع سنين وفقط الشيء الثاني أنه لا يكفي أيضا محاربة الفساد لازم المطالب بالإنجاز ترى اللي نايم ما هو فاسد لكن ما ينجس أيضا هذا يعطل التنمية عندك أنت ملف تنمية شائك ما في شكل الأشياء التي تفضلت فيها وفي غيرها محاسبة المسؤولين أيضا محاسبة المسؤولين أنت وعدت خلال سنة أنك توفر عشرين ألف وظيفة وين عشرين ألف لا تكذب علينا وتقول لنا حتى محاسبة ولا تعطي أرقام للسهلاك الأعلامي وإلى عشان المسؤول يعرف أنك تشتغل أنك قاعد تشتغل والتصريح أنا أقول لك أنا والله شفت برامج الرؤية أنه برنامج متكامل في محاسبة في الرضا الوظيف في القياسات النجاح وقياسات الإنجاز ملف متكامل لكن في نقطة مهمة في محاربين للرؤية وفي محاربين للإصلاح لأنه مستفيدين في ناس زي الفطريات الفطريات التي تتكاثر في المستنقعات الفاسدين ذول بالضبط في ناس مستفيدين من التعطيل والفساد هذولا أكبر محاربين يطلعون لك يا أخي الرؤية غير واضحة الرؤية فشلت مدروية الرؤية ويجيب لك أمثلة يقنعك كان منطقية خلينا نجرب حين نجربنا شيئا خلينا نجرب الآن الرؤية عشرين ثلاثين صحيح ومتفادي من كل خير إن شاء الله ملف الفساد والحزم في التعامل مع ملف الفساد كما ذكر سموري العدماء أي كان سواء أمير أو مسؤول هناك حزم من الدولة في مكافحة الفساد